لا يعرف هؤلاء اللاجئون المشردون أي حال ينتظرهم في مخيمات اللجوء اليونانية التي تحولت لجحيم وضاقت بساكنيها وسط استمرار الانتهاكات من قبل السلطات اليونانية التي تمنعهم من الوصول لأوروبا بصورة عنيفة عشرات الحرائق المتوالية أتت على خيام اللاجئين في رسالة واضحة على رفض أثناء وجود اللاجئين على أراضيها منظمات حقوقية وعلى رأسها هيوم رايتس ووتش وأطباء بلا حدود أكدت على استمرار الانتهاكات ضد اللاجئين على جزر اليونانية لا سيم الممارسات العنصرية التي تعصف بالقيام الأوروبية وأشارت المنظمات إلى أن اللاجئين يتعرضون الانتهاكات ممنهجة تتطلب تدخلا من الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الموقف الذي يزداد سوءا ضد اللاجئين الموجودين في سجن كبير تركوا لمصيرهم مع وجبات الغذاء الفاسدة وغياب الطبابة والمساعدات الإنسانية وأخيرا فيروس كورونا الذي ينذر بكارثة مركبة سياج كبير أنشأته أوروبا لمنع اللاجئين من حق مكتسب ضمينه القانون الإنساني بعدما لم يجدوا إلا الخطر في بلادهم أكثر من 15 مليار يورو في السنة وربما يصل الرقم إلى 29 عام 2022 هو مجموع الإنفاق الأوروبي على أمن الحدود لمنع اللجوء حيث أصبحت محاربة اللاجئين والمهاجرين تجارة مربحة للتجار الأسلحة عار على أوروبا يقول محتجون خرجوا في تظاهرات في مدن ألمانية عدة لحث ألمانيا والاتحاد الأوروبي على استقبال المهاجرين لكن هذه التفات حاليا بحاجة إلى تضامن أكبر في ظل السياسات الأوروبية التي حولت الحلم الأوروبي بالنجاة إلى أكبر كابوس للاجئين السجناء على جزر اليونانية